حلوة? حلوة? يا الله على عرضه والله يحرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اروا وسلم جيمير معكم اليوم مقطع جديد وسلسة جديدة بالقناة من اكتر سلسة اللي عم تطلب بالفترة الاخيرة اللي هي سلسة الماستر ليج. رجعنا للمستر ليج لكن هالمرة بلعبة بيس 2020 وطبعا مع فريق جديد. السنة الماضي اخدنا برشلونة. هالسنة حسروا من رح ناخد. اكيد عرفتوا هالسنة ريال مدريد بيبقى انه السنة الماضية اخدنا برشلونة ان شاء الله قريبا يعني يمكن لما نخلص من هاي السلسلة ولسا اكيد ان شاء الله رح تكون سلسلة ضويلة ممكن ساعة نمط المهنة مع برشلونة فبتمنى بالبداية دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة ازا ما كنتم مشتركين دعمكم رح يحدد اه يعني كمية الحلقات اللي رح نصير بنزل ما السلسلة ازا شايفت دعم اسطوري اكيد بصير بنزل ما السلسلة يوميا ازا الدعم هالممتاز ممكن كل يومين وهكذا فكل واحد يعني يا ريت انك تضغط على لايك واشترك بالقناة ازا ما كنت مشترك فهون طبعا الدوري الاحتراف في كاتبين قم بتولي امور ناديك داخل وخارج الميدان كن اكثر الاندي تفوقا في العالم عند الفوز بكؤوس محلية ودولية طبعا انا ما جربت الماسترليك هاي السنة بي بيس 2020 لكن اللي سمعته انه فيه تطويرات جدا كبيرة عن السنة الماضية فمندخل جديد وطبعا اه منختار لايك احد النادي ومنروح على الدوري الاسباني ومنختار اللي هو مينو الريال مدريد ايوا هادا ريال مدريد ممتاز جدا هاي اخدنا ريال مدريد او ماي جاد شوف كيف بختار انا كيف الشكل اللي بدي اه واو والله حلو طيب ما في نحط يعني فين يصور او ماي جاد مين اخد طيب اه ما كرويف والله ممكن لا كرويف بدرب برشلونة ما في حدا درب ريال مدريد مسلا زيدان مو موجود روبرتو كارلوس ممكن يكون حلوة بما انو لعب بريال مدريد اخد روبرتو كارلوس في عنا economists كذا لاعب بما انو مدريد رو مارينو لعب برشلونا جدا نوع يعني شوي ماردون اللعب ببرشلونا كمان ما لعب ريال مدريد نفس الشيكرويف راح اخد روبرتو كارلوس بما انو لعب الريال مدريد من مفضلك اخت ادخل تفاصيل مدير الفني طيب ما راح سمي روبرتو كارلوس سعستمي اسمي القناة يعني او فيني اختار بدلة او قميص او زي رياضي لا زي رياضي والله اطلاقا مو لابق يعني فا اوكي هيك انا تمام خلي ميزانية كبيرة بدنا نرجع الامجادة فترة الانتقالات الاولى تمكين عرض الراتم مستوى المباراة حطوا محترف رح بشوف اذا لانو ما لعبت بيس هي السنة غير لما جربناها لا والله عدنا نلعب بالماستر ليك بس اصدقاء مو بالماستر ليك بالماي كلاب اصدقاء ماستر ليك يعني ما جربت بيس هي السنة فحط مستوى محترف وقت المباراة وخليت من دقايق العملة طبعا اليورو وتقريبا كل شي هيك جاهز كانوا فورا بتلاقي بيحطوك بقاعة المؤتمرات وبيقولوا ترحيب المدير الفن الجديد ومن هالكلام هالمرة انت مع ادارة ان تشوف سيرجي راموس ولوكو مودريتش يعني والله شي حلوة بس ليش ما في كلام هيك ما ميحكوا اي شي مفروض يعني يكون مرحبا ومن هالكلام شو بتجي من اول بيقلك من الاول ما بتلعبني اساسي راح افضح كل شي هاي انا عمل لك فاتصرف انت شوف فورا مع بنزيمة يعني تركوا الدنيا كله وراحوا هادمين اسنسيو يمكن ولا شي والله مقابلة مع كل لعيبة النادي هذا الشي حلو شوف هون اساطير النادي محطوطين على الجدار فا اوكي لحد الان ما عم يحكوا شي بس انه توجيهات ومن هالكلام طيب اهداف الموسم تحديد الاهداف طيب اوكي لازم نحدد اهداف الموسم من الان او مي جو والله صعب صعب لازم اوكي اود مناقشة اهداف الموسم يا سيريان جامر اوكي ما رايك بأن نسعى الفوض بوافة شامبينز لي والله لا انتوا زودتوها علينا التركيز على الدوري اتفق علينا ايضا الفوض ما في لا مثلا اللي الصعب الشوي اه اتفق يلا هم ماشي لان الوضع انا موافق انا متأكد المشجعين سيسعدها طيب اوكي هذا كلام معقول يعني لانه قالولي ونفوذ كمان بالدوري فانا ما بدي اعطيهم طموح كبير واخر شي نروح ننجلد وبعدين يعدي يعاني من التدريب الفريق لولي انت ارعت فوزنا دوري لأ انا ما قلت شي فا اوكي طيب خلاص هيك ولا كيف بما ان انا قد اتفقنا فلنجح الفوز بشاميونز ليغ هدف هذا الموسم طيب اوكي خلاص عمله نسكيب لانه شكله كلامهم كتير وعالفاضي فهذا هدفنا نحن المفروض قاعة المؤتمرات الى مقابلات صحفية ممتاز جدا اوكي خلينا نشوف اول سؤال هل تعاقدك مع هذا النادي هي ابرز لحظة في حياتك المهنية انها بداية جديدة انها اعظم لحظة في حياتي الرياضية انها ابرز ما في حياتي المهنية رحل انها بداية جديدة تمام لانه دربت انا السنواضي برشلونا تعبير عن امتنان ومن الكلام طيب اي اسلوب من كرة القدمة اريد تقديم هذا الموسم اريد رؤية اسلوب لعب نظيف وروح رياضية لا يا حبيب معنا هالكلام اريد تقديم اسلوب رائع اريد رؤية اللاعبين يبدلون قصارى جهدهم اا لا ما رح قال له يبدلون قصارى جهدهم لكن رح قال له اسلوب رائع بما انه يعني اللعب بيكون حلو معنا لا يمكن انه انا لقاء الناس خلاص انا ببعدكم انه تشوفوا فريق حلو وان شاء الله رح نجيب تعاقدات كتير خلصت الاسئلة هيك امورنا زي الفل شوف كيف القائمة اهلا وسهلا بك في بداية الدوري الاحترافي تفقد الرسائل الالكترونية ما بعرف شو شوف كيف والله متغيره 180 درجة السن الماضي كانت القوائم بالطول هيك هالمرة صارت بالعرض واضح انه في تطويرات هذا ترتيب الدوري طبعا لسه ما بلش فكله صفر 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 يعني مباريات جدا مهمة واضح هذا الموسم فعنا مكتب المدير الفني شو جاينا رسائل مساعد ما بعرف شو من هالكلام يعني ما في اي شي على الايميل طيب بدي شوف تشكيلتنا اول شي ادارة الفريق خطة اللعب ولا تستخدم اوح بنزيمة 88 لا اله الا الا لا تاني او تالت اول لعب الفريق بعد راموس ولوكا مودريتش والله شي حلو كرة وحطينا على الاحتياط فانا بس ساتو هون والله في انتقالات مو صايرة فالله هذا الشي من انتفع منه نوعا ما لدي اللي انه هازارد مو منتقل هذا كذب صار واه هازارد مو موجود هازارد مو موجود عودة بعد ما انا قلت هازارد عريال مدريد لانه حرفيا الوضع صار كذب انه يحطوا لي هازارد مع تشيلسي لا فانا زبطت الانتقالات من عندي تمام وانا قلت هازارد ما عملت اي شغلات تانينا فاس خليت قلت يلا ممكن الواحد يستفيد منه يبيعه انه اللي مخلينه مو انا اللي مخليه تمام يعني مو انا مالي علاقة تمام فمشان تعرفوا هايتي شكيلتنا الحالية تشكيلة محتاجة تطويرات بصراحة نوعا ما واول شي رح نتخلص من بعض الناس انتوا عرفتوا على مين قصدي فبشكل عام راح نشوف بقية شغلات يعني هيك اللي ممكن انه ساوية اوكي يا جماعة طبعا بداية الفترة التحضيرية للموسم عن مباراة ضد انتر مباراة ضد مانشنسون وينايتل مباراة ضد ارسنول بعدين اول مباراة بالدورة ضد سلتا فيجو بالبداية لازم نشوف خطة وشوف شو محتاجين تعاقدات شو اللاعبين اللي حابين انه نستغني عنهم مشان من البداية نخلص من كلها الامور فبالبداية طبعا بن زي ما اكيد لازم اتخلى عنه للأسف يعني مودريتش نفس الكلام اربعة وثلاثين سنين وعتبر جدا كبير كروس راح خلي عندي بالنادي حاليا راموس اه تلاتة وثلاثين سنين ممكن يخلي هذا الموسم والموسم يجاي نستغني عنه طبعا نافاس راح بيعو يعني بيجيب لنا شوية كوين اه الكون زي جيب لنا شوية اه يعني مصاريفة ما في شي تاني يمكن ممكن ان يساوي كاسيميرو ممكن ان يبيع ويجيب مكان الشي لاعب محور الا ازا يعني شفت انه ممتاز لاني راح جربه بالبداية ازا شفت انه بطيء وتقيل ومن هيك فممكن ان يتصرف تصرف تاني حاليا راح ضيف كل اللاعبين اللي مالي محتاجن على قائمة الانتقالات في عنا مباراة اولى ضد الانتر المشكلة انه مالي يعرفان كيف ضيف لعبين على قائمة الانتقالات الوضع مو متل السنة الماضية كان السنة الماضية دوب هيك بتروح بتضغط على اللاعب وبتلاقي هون اضافة لقائمة الانتقالات هلا ما بعرف شو النظام بالضبط يعني لا مع راموس ولا مع غيره يمكن هازرد قلت انه اول موسمة فيه نضيفه بس لا راموس ولا حتى اي لعب فلسه مالي عارفان كيف تضيف اللاعبين لقائمة الانتقالات بالضبط حاليا عندي مباراة ضد الانتر راح اعملها تخطي غالبا ما يعني مالي حابب ان يلعبها بصراحة بدي يلعب مباراة ضد الانتر بشوف انه يعني نوعا ما ممكن تكون سهلة فهم مباراة تمهيدية الفصل واحد آآ تمام جدا خلينا نشوف ما يقال لي ممكن اقتراح السماح لفينيسيوس جونيور في اللاعب في هذه المصابقة سيساعد في زيادة بعض من امكانياته ما عندي مشكلة راح لعب لكم فينيسيوس بس آآ بالمباراة الجاية راح نزل هازرد تمام شانتكون عرفانين يعني فنزل فينيسيوس اساسي بهاي المباراة فينيسيوس قديش الريتنج عنده هون اصلا اي وينو فينيسيوس ما لمبين اصلا فينيسيوس جونيور يا جماعة وينو فينيسيوس فينيسي ايوة هذا واحد وثمانية والله حلوها يعني فيه لانه تسعة وسبعين فهون يعتبر جدا حلو خلص بالنزل اساسي راح اعمل تخطي لهاي المباراة بعدين المباراة جاي باللعبة فالانتقال المباراة في وضع مدرب وعندك تخطي المباراة حد التخطي اوكي هل راح منفوز اه اربعة اتنين اوكي والله حلو مانشستر رفازوا على ارسنال اثنين صفر فحاليا ترتيب المجموعة نحنا بالصدارة وبرفقة مانشستر اليونايتد طيب عنا مباراة ضد اليونايتد لازم اني بس بالبداية شوف اللاعبين اللي محتاجهم راح حاول اني قدم شوية تعرض وانشوف هل سينتقل لكا مودريتشو من هالكلام والله انا بدي بيعوا بصراحة ازا اجاني شي عارض يعني ممتاز فما راح قول لا على الاطلاق طيب بالبداية بهذه الحلقة انا راح اتعقد مع لعب او لعبين ورح استنى اقتراحات ساعتها بالحلقة جاية بالنسبة للظاهير اليسار شايف انه مرسل لعطينا الريتنج حلو بس غالبا اني راح بيعه فممكن اني نتعقد مع ظاهير اليسار الظاهير اليمين عمره حلو اللي هو دانيكار بخال راح شوف ايضا لعب مهاجم ممكن اني نتعقد معه لكن حاليا التركيز راح يكون على ظاهير يسار ولاعب سي اف او لعب استي اوكي جماعة كيليان بابي الريتنج عنده تسعين وعمره واحد وعشرين سنة اكيد راح يكون جدا جدا غالي بس راح بحاول اني اقدم له عرض رسوله منتقال ميتين مليون اقلش يعني كان متوسط ميتين مليون وتما حطي لنسبة بالمية يعني فوالله ما لا يعرفان بالمرة راح اقدم عرض للي هو هريكين لانه يعني ممكن يكون كمان ممتاز مية وعشرين مليون فقط راح اقدم له وعاقد لمدة خمس سنوات يعني وشوية مكافآت في حال حبي حب انه يعني ينضمنا فرينا وحاليا بدي ظاهير يسار طيب في عنا دافيد الابا لاعب بايرم يونيخ اكيد ممكن يكون لاعب جدا ممتاز بالنسبة لانه في حالة احسننا انه نتعاقد معه راح نقدم له عرض بقيمة خمس وخمسين مليون وشوية مكافآت هيك على امل انه يوافل انه بصراحة راح يكون جدا ممتاز في حال تعقدنا مع ظاهير يسار لانه مرسله عمره واحد وثلاثين سنة الابا عمره سبع وثلاثين سنة فرح يكون جدا ممتاز حاليا في عنا مباراة مهمة ضد نادي ماشنستري ناديت بدي جرب الفريق بدي شوف اداء اللاعبين ومين اللاعبين اللي راح يعني شوف انه مالا محتاجهم بتشكيلتي وشان احسن انه يضيفهم على قائمة الانتقالات وبيعهم فحاليا راح نزل هازرد اساسي بهي المباراة وتشكيلتنا راح بتكون على هذا الشكل خليني ننطلق على المباراة وان شاء الله انه نحسن نفوز فيها طبعا هون مو متلس هون مو متلس سنة الماضية بتحسن تشوت من بعيد هون يعني شوفك حلوة مرسله اه ما في دراك باك هوني اوكي حلو حلو وينو هازرد وينو اه هذا هازرد ما بعرفش رقم هازرد حط واحدة يالسلام عليك الهدف الاول من اول مباراة له بيسجلنا هدف جدا اسطوري بس حطيلي رقم 13 لازم اني يغير رقمه ممتاز 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 حلوة 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 هازرد اهرب هازرد اهرب يا جماعة مربع اكس عم بامل امرح تترك الكرة مع ارقل هاي 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 عادي عمت مسخر عليه والله باللعب صار اوكي ما عندي مشكلة الا بس او طعرح تزعله كل عشو ستزعله حلو الحلو يا الله بالعرضة وعلى هدف لي راح يلا يا الله يلا يا الله اخر فرصة لبان زي لا 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 متسلل. والله ما متسلل شكله. هلو? يا الله كان بدي لف كان بدي لف ما لف معي. ضليت عم لف بدي لف وبعدين نشوت. ضل وقف بس نفس الزاوية. ممتازة. شايفك 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 يا الله. خلص خلص يا حكم صفر صفر. ولا ما بقى لبتنتهي واحد صفر بقى. انه اجدني كزا فرصة للتسجيل. وضيعت كتير. وهنا يعني فرصا اقل مننا بمراحل. وما هي كاعدوب انتهت واحد صفر. الحمد للحسن مما نطلع بتاع دول همشي لثلاث نقط. حاليا نحن بصدارة المجموعة ارسن الفازو اربع صفر صار في فريقين معهم ثلاث نقط ونحن معنا ست نقط. انتر خسروا بمبارايتين. فهارد لك للانتر. عن مباراة اخيرة ضد نادي الجانرس. خلينا نشوف هالرده علينا هالدينك الاندي ولا لا. راح اعمل تخطي لها المباراة لانه بدي يشوف رد الاندي عليه. تمام? فخلينا نعمل تخطي للمباراة. ونشوف. ثلاثة واحد ممتاز البطولة بالجيب. هي البطولة والدية. يعني بس النتاء تبعه بطولة. تمام? فهي ما ردوا عليه لحد الان شباب. يوم التفاوض. ولا تأخروا كتير لا ردوا عليه. ما بعرف ليش. سحبوا عليه سحب قليمة مباراة تمهيدية الفصل اثنان. اوكي. من المؤسف انا فينسيس جيونيور لم يتمكن من اظهار مهاراته. على الاقل كان متواضع ليعترف بانه لازم لديهم متسع للتحسين. طيب اوكي لا اظن انه مستعد للاضواء بعض. اه والله انا كان بدي لعبه بس عندي هازارد يعني ما رح نزله ما كانوا. تمام? فواضح انه ما اجاني اي ردود. ليش? بالضبط ما عندي فكرة. خلينا نشوف مفاوضات يمكن اجاني ردود بس ما عرضوا. فريقي جايني عرض للوكا مودريتش بستة عشر مليون? لا اله الا الله ليش هيك قيمته كلها الاد نزلت. والله توقعت انه اصلا من اي فريق ما عندي فكرة. بس انه بستة عشر مليون فقط. من فيا ريال. وهو قيمته بالسوق اعلى من هيك. ورسوم الاستخناء بس خمسة وعشرين مليون. والله حرام هيك. وهي اكتشاف لعبين. شوف حاطيني لعبين. اه ممكن انه الواحد يستفاد منه. ما بعرف شو اسمه. ما عندي مشكلة انا مبابي ما رده عليه يعني لحد الان بصة مبابي. خير. اوكي فيني ارجع قدم عرض مرة تانية. يعني ما اقول هل رفضوا هذا الابة طبعا. ما اقول انه رفضوا العرض يعني ولا كيف بالضبط. ما لا شايف اي شي. طيب خليني عندي معرض للابه مرة تانية ما اجاني المشكلة رد. فهذا شيء دياني يعني لا قالوا لي انه وافق ولا غيره. اه شو الشغلات الجديدة اللي ضيفينا والله ما لا يعرف. فنشوف ميتين مليون ما بيقبلوه. لازم انك تسدد. اه تدفع. شوف النادي غير راضي هيك الشرط الجزائي اربعمائة مليون. اه يورو يا جماعة مستحيل ادفع هيك مبلغ بلاعب. فممكن ان يدفع ميتين مليون بما انه يعني بابي. يعني يعتبر هيك ممكن يكون. ليس مقتنع بان دوره لا يمكنك تقديم عقدات طول من اربع سنوات لهذا اللاعب. طيب راح نقدم له ثلاث سنوات. راح نعطيه مكافأة مشاركة ومكافأة الاهداف ومكافأات ما بعرف شو. وخلينا نشوف هل ممكن انه يوافق ولا لا ان شاء الله انه يوافق يعني. اوكي حط اوكي. ونشوف من الشكلة ما اجاني رد ما قالوا لي شيء لانه وافق لانه ما وافق ما فهمت اي شيء من الناديين لا من بايرام يونيخ ولا من باريسن جرمان. فخلينا نعمل تقدم او تقديم للوقت لنشوف هل راح يجينا رد ولا لا. طيب هاي يوم التفاوض ان شاء الله يكون اجانا رد عاد يعني حرام. نستنى نستنى الجاية. افضل انتقالات برشل برشلنات عقدوا مع ليفندوسكي يا جماعة. او ماي جاد. والله تعثرت مفاوضات الابا شايفين كيف هون كاتبين اللي تعثرت بس. ما طلع لي اي شيء خلينا نشوف المفاوضات شو اللي صار بالضبط. انبابي وافقوا على ميتين مليون. والابا وافقوا على خمسة وخمسين مليون. والله شيء فخم يا جماعة. طيب اه شوفوا انا بابي ما راح اتعقد معه بهاي الحلقة. راح استنى اراءكم. انشان ما يكون يعني مقلب هيك ونكون شربنا ساعتا. فاكتبوا لي هل هو ممتاز ولا لا. اه لكن الابا انا محتاجه بصراحة بشكل كبير. فرح عمل لا تقلي ما قبلوا. لا تقلي ما قبلوا. مفروض انه السهم اخضر يعني وافقوا صح? والله ما بلا يعرفان يا جماعة لسه الوضع شوي غريب علي تأثير دور الفريق وإضافة اللاعبين المفضلين. والله ما لا يعرفان. طالما السهم اخضر مو المفروض انه نوافقوا يعني. وراتب سنوي عاطيه انا وعاطيه كل شي لمبابي. اضافة الى قائمة اللاعبين المفضلين. والله ما لا يعرفان. يا ريت حدا يشرح لي شيء لانه انا حرفيا ما علي فهمان شيء. كان جاينا عرض لمودريتش. ما شيء باتمنتاشر مدري بستعشر مليون. فراح نعمل اعادة تفاوت. ونطلب مبلغ اعلى من هيك تمام. اطلب مبلغ اه تنتاشر مليون واربعمائة الف. افتتاح الدوري الفصل واحد. والمباراة الاولى يعني. خلينا نشوف المؤتمر الصحفي تبع المباراة. والاسئلة اللي راح ننسأله. اقترب اول موسم واول مباراة لك كمدير فيني. كيف تشعر الان? اوكي خلينا نشوف. البداية القوية هي الاساس في احراز اللقاب. سنجعل المشجعين فخورين نحن مستعدون لهم. انه سنجعل المشجعين فخورين احسن من انه نحن مستعدون نروح نبلع بعدين. فا اوكي خلص هيك نحنا خلصنا. طيب هل جاني ردود ما جاني ردود ما فهمت اي شي فريقي. شو اللي صار بالنسبة لمودريتش وافقوا. اه وافقوا على 18 مليون. خلص خلنا نعمل قبول. وسيتم تسريح لوكو مودريتش متابعة. نعم ما عندي اي مشاكل. اوكي. سلت فيكو خصم قوي. لكن هذا ليس سببا نيدا وللخوف سيقدم المشجعون اداء رائع. فلننفعل ذلك نحن ايضا. حلوة? حلوة? يا رثبيل? يا الله على عرضه والله يحرم. يا الله. لا ده اللي حسب فاول. اه الحمد لله. والله ده قطع لانشوف كيف. يلا. 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 ايدين ايدين. هازورد. والله. على التزديد الاستورية يا ايدين. حلو. يا راح الكرة. ايوة هيك. يوح كيف وصلها. كيف حط واحدة بنزيمة. اسطورة. يس. تنتي المباراة. اه ثلاثة صفر. مباراة جدا اسطورية. اه المستوى واضح انه سهل بزيادة فلازم انه نصعبه حبة. مشان يكون يعني فيه منافسة نوعا. ما مدري هنا سلت فيكو كتير ضعف. اتلاتيكو مادريد فازوا. برشلونة ايضا فازوا واحد صفر. فنحن بلنسيا واتلاتيكو مادريد. اغلب. او ماي جود. ما فيه ولا تعادل بالمباراة الاولى يا جماعة. اول اه عشر مراكز كلهم تلت نقطة. حاليا ما راح اشغل حالي بالمباراة. لكن راح منفكر شو لازم نساوي مشان الانتقالات. تمام? الحلقة ما بظن اني راح طول اكتر من هي. كل اللي حابب. اه انه تقترحوا لي لاعب زهير يسار. ولاعب اوه حاليا مادريد شنباع. لازم اني نزل. ايسكو حاليا راح نزله كخط وسط. تمام? كل محتاجه لاعب زهير يسار. لاعب مهاجم. ولاعبين خطوط وسط. تمام? هذا كل محتاجه انه تقترحوا لي اياه. مشان بالفترة الجاية نحسن انتعقد معاهم. وزعتكم النزايح لانه حرفيا لسا اول مرة باللعب بالمسطر ليج لبيس 2020. وحاسس انه الوضع غريب. حتى عن السنة الماضي يعني كان اسهل نوعا ما لكن هالسنة الوضع شوي غريب. فبتمنى فهمتوا قصدي. فعلى عمو ما كنت ادر اقول انه وصل نهاية هالحلقة. هارفين متحمس جدا لهالسلسلة وانه نكمل فيه وننزل حلقات اكتر واكتر. فلا تصروا معنا بالدعم باللايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين. يعني اول حلقة اذا منوصل خمسة عشر الف لايك بيكون رقب جدا جدا اسطوري. وتابعوني على انستجرام الرابط تحت فشكرا جميع اللي تابع المقطع. فبس ادريكا عندي اليوم. في امان الله. اشتركوا في القناة